فاتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها فإذا رآ شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه ومعنى أشد حياءً من العذراء في خدرها أي أشد حياءً من البكر ليلة الدخول عليها إذا نأت عن زوجها حياءً منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من ذلك ولحيائه إذا رآ شيئًا يكرهه عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن استحياء نبيه صلى الله عليه وسلم فقال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي أن يصرفهم وهم في منزله فإن عادات العرب كانت تأبى ذلك وكان يستحيي من ذلك صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلك آيةً تتلى إلى قيام الساعة بل ولحيائه صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل الحياء بإجلال فكان صلى الله عليه وسلم يستحيي من عثمان أشد الحياء كما سيأتي معنا وكان يقول كما عند مسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم